السلام عليكم. انا دكتور محمد زكريا وكلية العلوم قسم الكيميا جامعة اسكندرية. اه جمعنا انا بتلكو بس يعني احنا طبعا بنسبة للهيتيرو معايا. اه انا بتلكو طبعا يعني هي المفروض لو انا ذاكرت الورق كويس كاري اكشن وكابريباريشن وكومنتات بتاعتنا. فانا بضمن الاسئلة كلها وكل حاجة كنا شرحينها. كل حاجة كنا شرحينها مع بعض يعني اي للسؤال جنبها معايا. بس الغرض من دي هنبه بس على شوية تنبيهات كده سريعة. بحيس الواحد بس يقعد وهو بيراجع يبلامم نفسه كده بسرعة. يعني اه باختصار كده انا عايز انبه احنا كان فيه قبل كده كنا اتفاعله مع بعض. طبعا كان فيه ورق ممكن تسمي ايوباك وترسم بس دي معظمها اسئلة معايا. دايما لو تسألت في الفاينال ممكن يكون مسلا اسمه مركب بايرول سايفين اندول جاي كستارتنج جوة جوة تفاعل. اه فانت عمتا بقى الاسامي الدرجة حتى اللي مرت في هي دي اللي هتكون الاهم معايا. وانت كده 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 مذكرها جوة فانا عصدي وحتى لو تسألت في التسمية خلاص بس هي ايه احتمالها قليل شوية معايا. بعد كده بقى انت كم مذكرة للفاينال يعني سي مثلا احنا لو بدأنا احنا كنا لخصنا حتى حاجاتنا في سامري واسئلة كده سامري اند كويتشنز اللي هو قبل الميتر معايا. انا هكمل عليه بس كم ورقة كده هقولكو ايه? بس عمتا انت في بداية وكان شوية اسئلة عن بس تعالى بقى للمهم دلوقتي من اول صفحة سبعة حاجات دي يعني كانت كومنت على وكومنت مسلا ليه التفاعل بيمشي في ده ويسيب ده. آآ برضك ساعات بسبب البعض المركبات كانت بتزيد او كده. آآ فانت كل الكومنتات دي تعتبر مهمة جدا برضك كاسئلة معايا. يعني آآ حاجات 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 ومهم جدا ليه التفاعل مسلا في البيرول. ليه بيفضل يمشي على سي تو ما يمشيش على طبعا لإثباتها بتاعتها بالنسبة البيرول تمشي لصيفين تمشي آآ تمشي آآ تمشي للفيوران معايا. آآ برضك ان اخدنا ليه مسلا تفاعل في الاندول بيمشي في البوزيشن سري احسن من البوزيشن تو معايا. فانت كل الكلام ده كل الكومنتات دي تعتبر مهمة وبعد كده المفروض انت يعني كمذاكرة لو لمينا المذاكرة بتاعتنا السامري ده معايا. وعلى فكرة السامري ده مسلا كان آآ بعد الكومنتات دي كان فيه للبيرول وبعد كده معايا للاندول فانت الحاجات دي كلها كومبليت وطبعا ممكن مسلا لو جاء لك فرضا يعني مسلا حاجة زي معايا. لو انا بقول لك ايه تأثير على وخدتها مسلا على معايا. فاكنك بتكمل المعادلة مع الاندول سيه دخلت في معايا. هتبقى معايا. طبعا هنا في اتشاية. سيما مسلا مع كان بتخش بردك في بس طبعا تو. معايا بيحصل فاكنك بتكمل المعادلة فممكن يعني بس انت لو حافز بتاعت خلاص عن ضامن كل حاجة. بعد كده بقى كان هنا بدقين آآ بعد كان فيه بتاعت البيرول معايا. وبريباريشن بتاعت الاندول. طبعا كان فيه عندك هنا سيه تلاتة كانوا يعني بالنسبة آآ هو احنا هنا كنت بس بقولها على سؤال انا مش عارف كان تطالع معنا او لا كده بسرعة. يعني بقولك هنا باختصار مسلا سيه لو بقولك تأثير معايا. عندي هنا على اندول. معايا وعلى مسلا بايرول. فانت في الاندول كان بيخش مسلا في البوزيشن آآ بيحصل في البوزيشن ستري هنا هي ما كانش مكتوبة معايا. وهنا على فكرة سيه مسلا قلنا في كان بيحصل في طو فاكنك بتعمل فانا بقصد لو انت مزاكر كده يعني هقدر اكمل اي حاجاتي. بعد كابها كان في عندوك كان هي بس غلستها كان فيها ميكانزمات وطبعا لازم ارسمها بشكل معين زي ما شرحنا مع بعض. ما كان في عندك في السامري هنا بتاعت البايرول وياليها بتاعت الاندول. هو على فكرة هنا فيه فيه كم ورقة كده بسرعة. هبعتهم لقوة الجروب. عشان بس انت تكون لامن مزاكرتك في حتة واحدة اكنها زي برضك. اكنه تكملة للسامري قبل تكملت سامري كميكانزم للبايرول وللاندول. معايا. فانت عمتا اكن هنا الكام صفحة دول. هستورهم لكو اكنهم فيهم ميكانزمات كده. اكنهم على بعض متلخصين وراء بعضين. معايا? وعلى فكرة من الاسئلة النظري برضك. يعني ممكن يجي يقول لك اه مسلا التوتوميرزم بتاع الاندول. مش كنا بيكون اندولينين. مسلا تو اندولينين وسري اندولينين وهكذا. طبعا ده كان ان فيه هنا دوت مفهوش وهكذا. بس انا لو حبيت طلب مني اكتبهم هكتبهم ما فيش مشكلة. وهنا برضك عندك اه الرياكشن ده كنا يعني وهنا برضك اكنه من تجميع الميكانزمات الميكانزم بتاع تفاعل الكاربين اللي هو مع الاندول. فاكن الكم صفحة دول اكنهم اتجمع فيهم ميكانزمات. طب انا ادر وقت بعد كده المفروض بعد ما زاكرت. هافطرد انت زاكرت السامري ده. كويس ده كله لغاية قبل الميتر. ولو زاكرت الكم صفحة دول كمان انا زاكرت كل ميكانزماته على بعضه. بعد كده كنت خدته يعني بالنسبة ياريها في الفرق ياريها الصيفين اكنه سامري ليها برضك. فانا متجمع كبريباريشن وكري اكشن وهكزا. وبردك لو فيها اي كومنت على ليه التفاعل بيحصل في ده مش ده وهكزا يبقى انا برضك حزاكرها. يعني اصوصا في هنا كومنت مسلا او حتى هنا مسلا لو قال لك بتاع الازول مش هو في وتكتب الامثلة بتاعتهم زي ما ادفقنا في الشرح معي. وبردك هنا كان في فردك اه اخر حاجة خدتوها اللي هي الازول دي. سينا كان في جزئية نظري برضك فيها. يعني اه ليه عندنا مسلا كان احسن من او احسن حتى اه سوري احسن من ان ميسايل في اللي هي التفاعل ودي مهمة. آآ ليه التفاعل مسلا حصل في فاحنا كنا بنكتب وكلمتين كده بساط فانا مذاكر الاجزاء النظري اضمن سؤالها. مهمة جدا حتى اسهل من التفاعلات والتحضيرات. معي? طب بصوا بقى انا هنبدأ على حاجة تانية. يا لي الحاجات النظري دي المفروض مضمونة كده. برضك في عندنا التفاعلات اللي كان بتضم الايسايل اسيتو اسيتيت. معي? ده ما عريت? ايسايل اسيتو اسيتيت كم مرة عليكو كده في حوالي خمس تفاعلات. لو بدأتها من الورق ده لو رجعنا له. اكني بقى حرجع. سيئة انك بقى خلاص اكنها زي سامري قبل الميتر. وممكن هنكمل وراء كم ورق ادول هي كان نستمر لغاية صفحة واحد وعشرين. من صفحة اتنين وعشرين دي. اكنها لغاية صفحة سبعة وعشرين. اكنه لامي من الميكانزمات اللي قبل الميتر. هبعتها لكم. معي? فانت بعد كده بعد كده في ورق الشرح بتاع فيوران. والدريفتل بتاعته. وهي كانت مذكرة كده فيها فيوران. وبعد كده في الاخر خالص مذكرة تالتة. بتاعت خدته باختصار كده فيها. معي? طب انا هرجع بقى افكرك بس. تفاعلات الايسايل اسيتو اسيتيت. او اسيتو اسيتك استر. خد بالك احنا كنا اخدناه. لو جاء لك مسلا من ايسايل اسيتو اسيتيت هوتو بريبير كزا. كنت خدته في خمس اماكن. يعني كان في البيرول خدناه مرتين معي? كنا بناخد ايسايل اسيتو اسيتيت مع كلورو اسيتون. بس في وجود امونيا. وعلى فكرة كان بيوصلني في الاخر سيل المركب في شكل استر. بس بعد الهايدروليسز والتسخين انزع السيو تو وهيدروليسز. اوصل طو فايف دايميسايل بايرول. فانت عندك اكنها كده ماشينا. اكنك ايسايل استو اسيتيت حضرت منه. مسلا المركب بتاعنا واحد اتنين تلاتة عندك هنا. آآ عندك على اتنين وخمسة دايميسايل والمركب دا اكنه ايسايل كاربوكسليت. بس وعي بقى ايسايل اتنين خمسة دايميسايل بايرول سري كاربوكسليت معي? هيدروليسز بقى كنه الاسد. وبعد كده مهم جدا حضرنا منه دايميسايل بايرول. خد بالك هنا ايسايل استو اسيتيت مع تو كلورو عشان اما قارنها في الفيوران معي? هنا في في البيرول خدنا طريقتين. آآ آآ بدأنا منهم وبردك في الفيوران. وهم يمكن يعني فيهم حاجة عكسية كده لو انت لحظتها زي ما اتفقنا. بس عمتا هنا لو خدنا كنا بنبدأ بناخد اتنين اسايل استو استيت اثناء التفاعل معي? اتنين منه وهي يعني لو مشيناها اول جزيء بيتفعل مع سوديا من آآ آآ نيترايت واساتيك اسد وهكذا بوصل اليونت دي. وبعد كده اليونت دي بفعلها مع جزء تاني. فكانوا الاتنين ميسايل اللي موجودين في بيخشوا عكس بعض. فبوصل للمركب اكنوا في الاخر اتنين اربعة داي ميسايل بايرول. لكن كانوا كانوا آآ كلورو اسيتون مع ايسايل استو استيت كانوا اتنين ميسايل قصاد بعض كده. فبوصل لاتنين خمسة داي ميسايل معي بايرول. طب تعال لهم مثل آآ بعد كده كنا جوه جوه الورق بتاع الفيوران. لو انت جمعت لنفسك الخمس تفاعلات تكتبهم بايدك كده. خمس تفاعلات تبقى الايسايل استو استيت. اتنين منهم. جوه تحضير البايرول. وفي اتنين لتحضير الفيوران. لو رحنا الفيوران كده باختصار كده عندي ونبهنا عليها في الشرح. هي هي مع بس في وجود سوديم هيدروكسايد. كان في وجود امونيا. هنا على فكرة كنا الاتنين ميسايل بيجوا يعني قصاد بعض في السيمتري كان بيطلع لكن هنا هيطلع معي. الضي ميسايل وهنا نفس الاستر. وعلى فكرة هنا بس يعني في الشرح بتاعنا آآ احنا باختصار كده هي بس وهي معمولة يعني ملمومة تحت كده الاستر ده وانا بعمله هيدروليسيز. طبعا واضح الميسايل مكانها هنا مش في المكان ده. معي دي من لغبطة. وبقى كما انزع سي و تو فتيجي الميسايل هي بردك مكانها ما زال لانا بادئ به فهي خد بالك انحنا ما اشتغلنا مع الامونيا كونا لكن هنا دي فيوران. وخد بالك اما خدنا طريقة تانية لتحضير البايرول كنا بنستهلك فيها اتنين مول من الايصال هنا بردك طريقة تحضير خدنا فيها تنين مول ايصال بس هنا بقى سوديم وايودين وهكزا خد بالك ان هنا كان بيطلع لكن اما اشتغلنا في البايرول كان بيطلع يبقى انت لغاية دلوقتي كانت بتكتب بخط ايدك اربع طرق لاستخدامات اتنين حضرنا منهم واتنين و لو حد يفكر بقى اخر مزكرة خالص اللي هي قادرنا نحضر البايرزول من ايصال برضا احنا بايرازول معيا فاحنا بردك كنا استخدمنا اللي هي حضرنا יعني هو طلع منه وفي مشتقات عليه بردك. معلنا. فانا كنت خدت فعلته مع يعني نحاول بقى كنا ذكرناها بالتفصيل كده. وصلت في الاخر الى معي ولو عملنا عايبقى كنه بقى كنه معي في الاخر. فانت هنا عندك الخمس طرق دول مهمين. انه ممكن ممكن آآ يعني انت كزا من بعد كده على فكرة يعني بقية الاسئلة هتلاقي طبعا لازم تتساعل على يعني وفي الغالب اكنها في شكل حاجات فانت كان عندك بقى يعني تفاعلات لبايرول لاندول كزا لكزا فيوران وفرفرال فانت عمتا بقى الحاجات التانية لكنها شوية كده. انت بت يعني على قد ما تقدر تحاول ايه تذاكرها من السامري بتاعنا. معايا? آآ من التجميعات اللي احنا عاملينها كده فانت عمتا انا عايز بس ترتب افكارك عشان بس ايه ما تبقاش يبقى الموضوع كنه مرتب بالنسبة لنا. باختصار كده. عندك هي كل القصة انت تحاول بقى تركز جدا ان انا كان في عندي السامري. قبل ميتم. ده كان لغاية صفحة واحد وعشرين. معايا? وكان فيه مذكرة كده اكنها قرية سريعة وخلاص. بس يهمنا الاسامي اللي دخلها بقى جوة بعد كده مسلا فيه من صفحة اتنين وعشرين تكملت السامري دي. هصورها وبعتها لكم على طول. معايا لغاية صفحة سبعة وعشرين. لكنك كملت مختصر عليها انا بأكد الميكانزمات اللي قبل الميتم. معايا? بعد كده بقى انا قلت لك مهم جدا جوة السامري دي. يعني من اول صفحة سبعة الحاجات النظري دي زي ما اتفقنا مهمة جدا تتضمن كاسئلة. بعد ما خلصت دولت معايا وانت بتذاكرهم طبعا دي جواها برضك اربع تفاعلات مهمة للايسايل اسيتو اسيتو اسيتيت. سوري تفاعلين مهمين ايسايل اسيتو اسيتيت. والبقى بقى انت ايه بتذاكره على قد ما تقدر كلها كده. عندك بعد كده صيفين وهكزا. طبعا الجزء بتاع الفرفرال ده كان مهم جدا معايا. فانت عندك برضك يعني خبنا الجزء بتاع الفرفرال في برضك شوية تفاعلات هتلاقيها برضك سالسة بس معلنا جوة الجزء ده قلنا بقى الفيوران وانت بتحضره كان فيه طريقتين مهمين من ايسايل اسيتو اسيتيت. اخر مذكرة كان فيها طريقة مهمة جدا بدأ بايسايل اسيتو اسيتيت. فانا عن نفسي لو بذاكر الكلام ده هذاكر الحاجات الكومنتات دي كويس جدا. الخمس طرق ايسايل اسيتو اسيتو هكتبهم لنفسي. بعد كده الري اكشن برضك. الري اكشن هاض اذاكرها دي سهل تتلم كويس قوي معايا. مش مش مجهود. بعد كده حاول برضك بقية البيباريشن والاغلس في الكورس بتاعكو شوية البيباريشن معايا. فانت البيباريشن من ايسايل اسيتيت دي ما فيش حاجة اسمها احتمال الخطأ فيها. جمعت نفسي في الخمس دول. اه بعد كده اذاكر الري اكشن كويس قوي على قد ما اقدر. وذاكر طبعا بقية البيباريشن على قد ما اقدر كده كويس. معايا? ماشي اوكي? والجزء طبعا يعني اه يعني بس هي دي مسلا كاشوية تنبيهات كده كنت عايز ااكد عليها معاكو كده. يا لو شدوا حيلكو بالتوفيق كده ان شاء الله. هبعط لكو حالا كده اللي اصور لكو بس بقية السمري اللي اللي فيها الكام ميكاناز ميجور. ماشي اوكي يا جماعة. السلام عليكم. معا سلام. معا سلام.